السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس ورياض الوطن العربي مادة الكيميا للصف التاسع نحن يا تاسع بلشنا منذ بضعة أسابيع بالحديث على الحمود والقواعد ركزنا أو تعرفنا على مفهوم الحمد ومفهوم القاعدة حكينا بأن الحمد مادة بتتميز بطعمها الحامض أنه مش كل الحمود نحن نستطيع أنه نتضوقها فيه عندنا حمود تتميز بأنها كاوية للجلد والأنسجة حكينا بأن الحمد عادة بيحول عندي ورقة تباع الشمس من اللون الأزرق إلى الأحمر كذلك الأمر تناولنا بعض أنواع الحمود وفيه أنواع حمود أخرى واردة بالكتاب ما طلعنا عليها لأنه هي من ضمن المادة المحذوفة لكن أخذنا أمثلة على هاي الحمود زي حمد الهايدروكلوريك الكبريتيك الكاربونيك وهاي الحمود برضو موجود بالكتاب وعينناه وشفنا استخداماتها كيف بتتواجد في موجودة بحياتنا اليومية بعدين حكينا بأن الحمد هو مادة كهرالية يعني يوصل محليلو الطيار الكهربائي لأن الحمد بيتأين لما أنا أحطه بالمية وبيعطيني أيون الهايدروجين وآيون آخر سالب مثلا كيف أنا بعرض الحمود بمعادلة كيميائية طريقة تأينها أو كيف بتتأين بالمية هاي هي الحمود لما نحطها بالمية كلها بتعطيني أيون الهايدروجين الموجب وآيون آخر سالب بعدين توصلنا أنه مفهوم الحمض الحمض هي مادة تنتج آيونات إتش الموجب عند إذابتها في الماء بعد ذلك حكينا عن القواعد حكينا بأن القواعد تتميز بطعمها المر وملمسها الناعم أكيد قواعد معظمها ما بقدر أني أتضوقها وأنه هي كاوية للجلد القاعدة بتحول عندي ورق التباع الشمس من الأحمر إلى الأزرق كمان اتطرقنا لأنواع هاي القواعد لبعض أمثلة على القواعد زي هيدروكسيد السوديوم والمغنيسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم وتناولنا هاي القواعد كيف موجودة في حياتنا من الأمثلة عليها شو استخداماتنا لإلها كيف تدخل في حياتنا اليومية بشكل عام بعدين حكينا بأنه أيضا القواعد مواد كهرالية يعني بتتأين عند إذابتها في الماء علشان تعطيني أيون الهيدروكسيد السالب وأيون آخر شو ماله موجب بعد ذلك عرفنا شو هي القواعد هي مادة تنتج أيون الأو أتش السالب عند إذابتها في الماء طبعا أنا فعليا حاليا عم بعملك مراجعة للمادة ليش؟ لأنه للأسف البعض منكم مفوت حصص يعني في حصص نازلة على القناة وحاضرها وفي حصص أخرى مفكر أنه مش نازلة حصة كيميا يعني هي نازلة حصة كيميا ونحنا مشيين في المادة فبدي أعملك هلأ يعني مراجعة سريعة لكل شي أخدناه بحيث أنه الفيديو أو النقطة اللي أنت حاس حالك أنه هاي غريبة عليك في إلها حصة في إلها فيديو يام تتواصل معي بطولك هي من القناة يام أنت طولها أوكي؟ بعدين تطرقنا لمفهوم كواشف الحموض والقواعد أوكي؟ عرفنا شو هو الكاشف وعرفنا بأنه أنا مثلا بيكون في عندي مادتين أنا كيف بدي أكشف وين الحموض وين القاعدة أخدنا بأنه في عندنا كواشف طبيعية يعني موجودة في مطبخنا مثلا بحصل عليها من مصادر طبيعية زي أخدناهم وفي عندي كواشف كيميائية موجودة عندنا في مختبر المدرسة زي تباع الشمس والفين ونفثليل والمثل البرتقالي أوكي؟ بعد ذلك أخدنا مفهوم درجة الحموضة عرفنا شو هي درجة الحموضة وبعدين تطرقنا لتدرج هذا التدرج الجميل اللي هو من صفر لأربعة عشر كيف سبعة هي نقطة التعادل هذا بسميه البي أتش أو الرقم الهايدروجيني وإنه وين جهة الحمض اللي أقل من سبعة بيكون حمدي وأكثر من سبعة بيكون عندي قاعدة ولقياس أيضا درجة الحموضة بستخدم أجهزة معينة بستخدم الكاشف العام وجهاز الرقم الهايدروجيني وتحدثنا فيه تفاصيلهم مسبقا بعدين تطرقنا لحل أسئلة على هذا الموضوع هذا كان بحصة كاملة بعد ذلك أخدنا عن تفاعلات الحموض والقواعد هاي حصة المرة الماضية راجعنا شو مفهوم الحمض شو مفهوم القاعدة حطينا سؤال معين وأخدنا كيف لما أنا أحط حمض مع قاعدة شو بدي يطلع معاي بدي يطلع معاي ملح ومية بعدين توصلنا لمفهوم تفاعلات التعادل هو التفاعل الحمض والقاعدة ناتج من تفاعل الـ H الموجب القادم من الحمض والـ OH السالب القادم من القاعدة وبعد ذلك أيضا تناولنا تفاعلات التعادل زي تفاعل حموض مع قواعد لا تحتوي على الـ OH وأخدنا القاعدة تبعتها بعدين أخدنا عن تفاعل حموض مع قواعد زي كربونات الفلز وكربونات الفلز الهيدروجينية وأخدنا أمثل وحل وحلينا الأسئلة كاملة بالكتاب لاحظ بأن المادة سهلة وبسيطة وخصوصا للناس يلي متبع معاي وأنتوا بإذن الله تعالى يعني معظمكم متبعين ومشاركين اليوم بدنا نحل أسئلة الوحدة أسئلة الوحدة هاي صفحة 59 أسئلة الوحدة هاي صفحة 59 فيه إشي بدي أحله على ورقة أو في إشي بدي أحله ديركت يعني على الكتاب افتح إنت الكتاب معاي صفحة 59 وحل معاي هلا بدي أبلش في السؤال الثاني مش كلها بدي أحلها فيدي أحل الجزء والجزء الأخر عليك أنت السؤال الثاني بحكيلي اكتب معادلة كيميائية بالكلمات تمثل تفاعل حمض النايتريك شو رمزه حمض النايتريك هذا بدك تحفظهم نحن حكينا أخدنا عنه الحموض وأخدنا عنه القواعد وأخدنا بعض الحموض ونحفظ رمزهم حمض النايتريك اللي هو أتش أن أو ثري أتش أن أو ثري أوكي؟ هذا حمض النايتريك بحكي لي أكتب معادلة بتمثل تفاعل حمض النايتريك مع هيدروكسيد السوديوم هيدروكسيد السوديوم بحكي لي أكتب معادلة بالكلمات شو هي المعادلة حتكون الحمض زائد القاعدة شو الحمض اللي هو بحكيك التالي حمض النايتريك زائد إش هيدروكسيد السوديوم شو بده يعطيني؟ لمن يتفاعل عندي الحمض مع هيدروكسيد السوديوم بده يعطيني ملح هذا الإشي أخدناه لمن يتفاعل عندي الحمض زائد القاعدة وخصوصا الحمض اللي بيحتوي عندي على أيون الهيدروكسيد الموجب والقاعدة التي تحتوي عندي على أيون الهيدروكسيد السالب شو بده يعطيني؟ ملح زائد ماء الملح هذا شو صيغته شو الصيغة الجزئية لإله كالتالي عشان أطلع بدي أطلع على الثاني بحكي لي قاعد كتابة المعادلة السابقة بالرموز حاضر حمضة نايتريك هاي يوتو هاي رمزو H NO3 plus هيدروكسيد السوديوم N-A-O-H شو بدي يعطيني بدي يعطيني ملح طب هذا الملح عبارة عن شو نحن أخذنا المرة الماضية كيف يتم عندي عملية هذا التفاعل أيون الهايدروجين الموجب رح يرتبط مع أيون الهايدروكسيد السالب و الفلز السوديوم يلي هون رح يرتبط عندي مع الآيون السالب يلي هون فرح يعطيني كالتالي نتيجة عملية ارتباط السوديوم مع ال-NO3 بده يعطيني الملح يلي هو بيتكون دائما لما بدي أبلش أكتب أي صيغة جزيئية لأي مركب أبلش بالآيون الموجب ونحن معانا ورقة الشحنات وحفظين الشحنات وعرفين بإنه ال-N-A موجب واحد وعرفين بإنه ال-NO3 سالب واحد لما بدي أجي أعبر عنه كملح بحكي نتيجة عملية نتيجة عملية مع ال-O شو بتتعطيني H2O الملح هذا شو اسمه هايوته اسمه نتارات السوديوم يعني هون بإمكاني أكتب ملح نتارات الايش السوديوم انا متعمدة خليته عشان أفرجيك كيف طلعناه طبعا هاد الحكي مكرر نحن حلينا زيه بحكي لي جيم اكتب المعادلة الآيونية الكاملة للتفاعل يعني هاي بدي أحولها لشو لآيونات عندي H انا بعرف بإنه الحموض عبارة عن مواد أيونية مواد كهرالية عفوا يعني لما أحطها بالمية بتتأين وبتعطيني أيون موجب وأيون آخر سالب أيون ال-H الموجب وأيون آخر سالب زائد N A موجب هاي فككها في المية القاعدة زائد O-H سالب شو بدها تعطيني؟ الملح الملح برضو مادة كهرالية يعني مادة بتتفكك في المية N-A موجب زائد N-O-3 سالب وشو بضل عندي؟ المية أوكي؟ هادا الحكين احنا أخدناه تماماً ماشي؟ هلا لاحظ بإنه هون لو بني مثلاً أحذف N-O-3 وال-N-O-3 متى مدخط متى مطلعت وال-N-A موجب وال-N-A موجب بدي تعطيني H موجب زائد ال-OH بدي يعطيني H2O وهون فكرة التعادل طبعاً هادا الإشي نحنا شرحناه المرة الماضية سؤال ثلاثة افتح لك برضو خليك فاتح الكتاب معاي وحل معي حل معي عكتابك أو عالدفتر السؤال الثاني خليه على الدفتر لأنه ما في عندك حيز بالكتاب الثالث خليه على الكتاب عادي بحكي للسؤال إذا كانت قيم ال-BH لعدد من المحاليل ذات التركيز المتساوي هي هالأد هاي هم هاي المحاليل أجب عن الأسئلة الآتية قبل ما أجب عن الأسئلة أنا بدي أصنف هاي المحاليل لحمضية ولقاعدية هو ما أعطيني قيم حسب قيم ال-BH يعني أول واحد تسعة تسعة فوق سبعة أكثر من العدد سبعة يعني إيش هذا قاعدة أوكي نيجي هون أربعة أربعة أقل من سبعة يعني حمض سبعة شو هو السبعة متعادل هذا لا حمض ولا قاعدة طيب واحد شو رح يكون عندي واحد رح يكون عنديه أقل من سبعة إذن حمض عشرة أكثر من سبعة يعني قاعدة أربعطاش أربعطاش هذا أكثر من سبعة وهو قاعدة قويك جدا كمان قاعدة ثلاثة أقل من سبعة أي حمض أوكي يالا السؤال الأول بحكي لصنف هذه المحاليل إلى محالية الحمضية وقاعدية ومتعادلة سبحان الله نحن صنفناهم وخلصنا منهم با بحكي لي ما اللون الذي يظهره كاشف الفين ونفثلين هذا الكاشف شو ماله يا شباب ويا صبايا هذا الكاشف من الكواشف الكيميائي الموجودة في المختبر وحكينا أنه هذا الكاشف الفين ونفثلين في الوسط القاعدة الزهري بينما في الوسط الحمضي شو لا لون له هلا بحكي لي ما اللون الذي يظهره كاشف الفين ونفثلين عند وضعه فيه محلول قيمة البي اتش لإله قدي عشرة عشرة فسر إجابتك هلا عشرة يعني أكثر من سبعة يعني قاعدي يعني زهري إذا شو اللون زهري ليه لأن المحلول شو ماله قاعدي لأن المحلول قاعدي اللي بعده جيم ما اللون الذي يظهره كاشف المثل البرتقالي عند كاشف المثل البرتقالي عند وضعه فيه محلول قيمة البي اتش له قدي أربعة وانا بعرف انه المثل البرتقالي في الوسط القاعدة شو لونه أصفر بينما في الوسط الحمضي لونه أحمر بما انه بحكي لي أربعة أربعة يعني شو يعني حمضي يعني اللون بدي يكون عندي أحمر لماذا لأن المحلول شو ماله حمضي شوف ما أسهل الأسئلة دال إذا كان أحد المحاليل السابقة هو محلول الحمض أتش سي أل واحد من هدولي إيش هو أتش سي أل فأي قيم البي اتش يحتمل أن تناسبه أي قيم البي اتش يحتمل أن تناسبه هلا الاتش سي أل أنا بعرف بأنه هو حمض وحمض شماله قوي أوكي يعني بدي أكون بعيد عن نقطة التعادل يعني بعيد عن الرقم سبعة لما أجي هوني أنا صنفتهم لحمود وصنفتهم لقواعد إيش في عندي أربعة حمض وعندي واحد حمض وعندي ثلاثة حمض لكن لما بدي أحكي عن الأتش سي أل أنا بحكي عن حمض قوي أنا بصنفه أربعة ولا واحد ولا ثلاثة أكيد جوابي حيكون شو واحد إذن شو رح يكون الرقم البناسبه واحد أوكي السؤال اللي بعده وهو الأخير ها إذا كان أحد المحاليل السابقة هو محلول القاعدة كي أو أتش هيدروكسيد البوتاسيوم فأي قيم البي أتش يحتمل أن تناسبه أنا بابت بأنه الكي أو أتش قاعدة وهو قاعدة شو ما لها قوية فباجي للمحاليل المحاليل الموجودة معاي القاعدية تسعة قاعدة وعشرة قاعدة وأربعة عشر قاعدة وأنا كل ما بعدت عن رقم سبعة أكثر كل ما زادت عندي قوة القاعدة فأي هدول المحاليل يحتمل أن تكون كي أو أتش أكيد رقم شو أربعة عشر شوف أنا مش محفظك ومش حكي لك بأنه أرقام الحموض هالأدو لازم تحفظهم لكن بالمنطق تعرف تجاوب السؤال أوكي طيب هلأ في عندي سؤال أربعة بدي أحله السؤال اللي بيحكي لي سؤال أربعة أراد طالب أن يميز يعني في عندي حموض وفي عندي قواعد مقارنة بيحكي لي الأيون المشترك الناتج عن تأيونها هلأ الحموض حكينا كلها كلها بتشترك بوجود أيون الـ H الموجب بينما القواعد كلها بتشترك بوجود أيون الـ H السالب لون كاشف تباع الشمس فيها الحموض تباع الشمس شو لونه؟ أحمر هي بتحول ورق تباع الشمس من الأزرق إلى الأحمر بينما هو إذا حطيته أحمر بيضلوا أحمر طب نيجي للقاعدة شو اللون؟ أزرق تأثيرها على الجلد التنين كاوي للجلد وهاي أيضا كاوي للجلد قيمة الرقم الهيدروجيني لما حليلها لأن الحموض نحن متفقين بأنها أقل من سبعة وهو وسط التعادل بينما القاعدة أكبر من سبعة حل على الكتاب متل ما أنا حالة هذا السؤال الرابع صفحة تسعة وخمسين يجي هلأ لسؤال ستة هذا السؤال صفحة ستين أنا بدي أشرح بدي أجاوب ما رح أكتب يعني أنت وظيفتك أنه بعد ما أشرح كل سؤال بتوقف وبتنقل الجابة وراي أوكي بحكي للسؤال فسر كلا مما يأتي ألف يستخدم حليب الماغنيسيا لمعالجة حموضة المعدة أحيانا نسمع بأنه فيه ناس بتعاني من حموضة المعدة فبيأكلوا إشي معين بيشربوا أدوية معينة هاي بتعادل الحموضة أو بتعالج من حموضة المعدة بالمنطق المعدة حامضة يعني نسبة الحموضة فيها عالية أوكي طب أنا كيف أخفف من هاي الحموضة بنزل إشي قاعدة عليها لما أنزل إشي قاعدة عليها أو لا يتبتع بالحموضة أوكي بيحدث عندي عملية تعادل الحمض مع القاعدة فبيصير فيه عندي الوسط شماله متعادل فبيتخفف عندي من حموضة المعدة كذلك الأمر هذا الحليب يتميز هذا الحليب بأنه مستوى قاعدته أعلى شوي من حموضته فلما أنا أحطه أو أنزله أو أخذه للمعدة أنا هون بعادل إذن أكتب الجواب يعمل الحليب على معادلة حموضة المعدة وإلغائها أوكي دا عند إضافة القليل من الخل الخل هو حمض لما نحكي خل يعني عندي حمض إلى صودة الغسية الكربونات الصوديوم يتصاعد غاز خليني أذكر كده شغلة نحن المرة الماضية لما أخذنا عن تفاعلات التعادل لما نحكينا بأنه في عنا بتفاعلات الحموض مع القواعد في عندي نوع من أنواع تفاعلات التعادل اللي هو تفاعل حمض تفاعل حمض مع كربونات الفلز بغض النظر شو هذا الفلز شو بده يعطيني؟ بده يعطيني ملح زائد ماء زائد غاز ثاني أكسيد غاز نتيجة التفاعل الحمض مع كربونات الفلز بغض النظر شو هذا الفلز يعطيني ملح وماء ثاني أكسيد الكاربون بحكي لي عنده تفاعل الخل الخل إيش هو؟ هو حمض مع إلى صودة الغسية الصودة الغسية هي عبارة عن كربونات الصوديوم صودة الغسية هي عبارة عن كربونات الصوديوم اللي هي رمزها حيكون معي Na2CO3 إذا أنا فعلتها مع الغاز بلاحظ تفاعل الغاز شو سبب هالغاز هذا؟ السبب الرئيسي وجود تفاعل بين الحمض وبين كربونات الصوديوم إذا أكتب الجواب لأنه عند تفاعل الحمض مع كربونات الصوديوم ينتج غاز ثاني أكسيد الكاربون عند تفاعل الحمض مع كربونات الصوديوم ينتج غاز ثاني أكسيد الكاربون فهذا هو اللي بشوفه اللي بيتصعب جيم تتميز محليل الحمود والقواعد بالقدرة على توصيل التيار الكهربائي؟ ورجعت في بداية الفيديو حلوا لهذا السؤال لأنه كل من الحمود والقواعد هي عبارة عن مادة كهرالية مادة كهرالية أي تتأين محليلها أي تعطيني أيونات موجبة وأيونات أخرى سالبة إذا لقدرة محليلها على التفكك وإعطاء أيونات موجبة وأيونات أخرى سالبة فتوصل عندي التيار الكهربائي دال يطلق على تفاعلات الحمود والحمود مع القواعد اسم تفاعلات تعادل ليش سميتها تفاعلات تعادل؟ تتذكر خليني أذكرك هذا دال لما كنا نحكي حمض حمض زائد قاعدة بطلق على هذا النوع من أنواع التفاعل تفاعلات تعادل ببساطة الحمض حكي لايون الموجود عندي في الحمض شو هو؟ ايون الـ H الموجب والآيون الموجود عندي في القاعدة شو هو؟ ايون الـ Hydroxid لما أنا أفاعل حمض مع قاعدة يعني أجمع ايون الـ H الموجب مع ايون الـ Hydroxid السالب شو بده يعطيني؟ بده يعطيني المية والمية وصد شماله متعادل هو ما بقدر أحكي عنه حمض ما بقدر أحكي عنه قاعدة هذا هو سبب تسمي تفاعلات الحمود والقواعد بتفاعلات التعادل إذن أكتب الجواب لأن المواد الناتجة من تفاعل الحمض والقاعدة هي مواد متعادلة أي هي لا تمتلك صفات حمضية ولا قاعدية هي مواد متعادلة ها واو التنين من ضمن المادة المحذوفة المادة اللي حذفتها وزارة التربية والتعليم فما رح أتطرق له يعني بحكي لي مثلا ها يعد محلول CO2 محلول حمضي رغم عدم وجود آيون الهايدروجين وأنا بعرف بأنه المحليل يتحتوي على آيون الهايدروجين والسبب وراء ذلك أنه CO2 لما تتفاعل مع المية بتعطيني حمض الكاربونيك يعني هي نتيجة تفاعلها مع المية بتعطيني الحمض بس هذا الإشي مش محذوف إذن ها محذوفة عندك واو كذلك الأمر يعد محلول الـ Na2O محلول القاعدية الرغم عدم وجود الـ OH كذلك الأمر لمن يتفاعل مع المية بيعطيني هيدروكسيدوس السوديوم بس برضو تفاصيله تفاصيل هذا الحكي لغته الوزارة فبرضو ها واو محذوفين عندك من المادة المادة التي تتأين في الماء ويحتوي محلولها على نسبة كبيرة من آيونات الـ H الموجب بما أنه حكي لـ H موجب معناته أنا بحكي عن حمض يتلق عليها اسم حمض حمض قاعدة قوية قاعدة ضعيفة أكيد القاعدة القوية والقاعدة الضعيفة بدي ألغيهم بدي أحذفهم من إجاباتي بصفي عندي حمض قوي وحمض ضعيف بما أنه بحكي لي يحتوي على نسبة كبيرة بما أنه نسبة كبيرة معناته أنا صار في عندي تأين كلي إذن الجواب حيكون عندي حمض قوي لأن الحمض القوي لما أنا أحطه بالمية بيصير في عندي تأين كلي معظم جزيئات الحمض بتتأين بتتفكك لأيون موجب وأيون آخر سالف أوكي تنين مادة تذوب في الماء وتنتج أيون الـ OH OH يعني أنا عندي قاعدة وأيون آخر موجب حمض قاعدة كاشف ملح أكيد حتكون عندي قاعدة ثلاثة إحدى المواد الآتية يمكن تحضيرها بطريقة هابر هذا السؤال ما اطرقنا له نحن ما منعرفه هذا السؤال من ضمن المادة المحذوفة من الوزارة أوكي ثلاثة أربعة إحدى المحلين الآتية يعد محلولا حمضيا برضو تفاصيل لهذا السؤال بيحكي عن قوة الحموض وبيحكي عن قوة القاعدة أوكي أنه قوة الحموض وقوة القاعدة هي من المادة المحذوفة عندك فعلشان هيك مش داخل لكن هو فعليا الجواب CO2 زي ما أحكيت لك يا قبل شوي بس هاد السؤال برضو مش داخل لأنه CO2 لما نتفعل مع المياه بيعطينا حمض الكربونيت بس برضو مش داخل هاد السؤال إذن ثلاثة وأربعة مش داخلي نيجل هلأ للسؤال الخامس سؤال الخامس بحكيلي العبارة الصحيحة فيما يتعلق بلون الكاشف هي ألف المثل البرتقالي في الوسط القاعدي أحمر أنا بعرف بأنه المثل البرتقالي في الوسط القاعدي لونه مش أحمر لونه أصفر إذن هاي خاطئة با المثل البرتقالي في الوسط الحمدي أحمر أه هو الوسط في المثل البرتقالي في الحمدي شلونه أحمر إذن الجواب الصحيح با خلينا بس نشوف جيم جيم الفينه نفثلين في الوسط القاعدي عديم اللون والفينه نفثلين في الوسط الحمدي الزهري هو فعليا هو عاكس هاي خاطئة أو هاي خاطئة لأنه هو عاكس الفينه نفثلين في الوسط القاعدي زهري بينما في الوسط الحمدي عديم اللون أوكي نيجي لسؤال تمانية سؤال الثامن بحكي لك لديك حمضان HNO3 اللي هو حمض النايتريك طبعا هذا حمض قوي وفي عندي HCOOH اللي هو حمض الميثانويك وهيدي اول مرة بدك تتعرف عليه بما انه تعرفت عليه معناته هو مطلوب منك هذا اسمه حمض الميثانويك هذا الحمض حمض ضعيف حمض الميثانويك ضعيف بينما حمض النايتريك قوي هم التنين حمود لكن هذا قوي وهذا ضعيف عنده التركيز نفسه في الحمضين يكون في محلوله نسبة ايونات H الموجب اكبر يعني بده يحدث له تأيون اكبر يعني معظم جزيئاته بدها تتفكك عشان تعطيني كمية كبيرة من H الموجب وكمية كبيرة اخرى من الايون السالب المرتبط فيه مين اللي عنده القدرة اكيد رح يكون عندي الحمض القوي يعني الجواب HNO3 اللي بعده يكون لمحلوله الصفات الحمضية الاقل او يكون لمحلول الصفات الحمضية الاقل اكيد صفات حمضية اقل يعني تأيون اقل يعني الايونات ال H الموجب حتكون عندي اقل اكيد انا بحكي عن الحمض الضعيف وهو H C O O H جيم محلوله اعلى B H ها ها نيجل ال B H ارسم لل B H تتذكر ال B H ايوتو تدرج هاي في عندي سبعة يلي هو وسط التعادل انا في عندي هوني 14 وهوني في عندي صفر هاد وسط شماله حمضي وانا هون بمعيني بحكي عن الحموض معاتهم تهتم بهذا الوسط بس هاي برضو شو هادا الوسط قاعدي اوكي طيب بحكي لي محلوله اعلى B H انا كل ما بعدت عن السبعة للأسفل اه بدها يزيد عندي قوة الحمض اوكي فلما يحكي لي محلوله أعلى B H كرقم أعلى B H كرقم يعني انا بدي اقرب من سبعة صح؟ هاي هون صفر واحد تينين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة اوكي؟ هاي المنطقة انا بعدت عن انا كل ما ببعد عن الرقم سبعة اكثر انا بيزيد عندي قوة الحمض كل ما بعد عن الرقم سبعة اكثر بيزيد عندي قوة القاعدة انا هون السؤال بيحكي عن الحموض فعشان هيك انا مركز على هاي النقطة بيحكي لي محلوله اعلى B H اعلى B H كرقم معناته انا بدي يكون عندي قريب من وسط التعادل معناته انا بحكي عن الحموض شو مالها انا بحكي عن الحموض الضعيفة معناته انا بحكي عن ال H C O O H همت شو المقصود بمحلول اعلى B H اعلى بالتدرج لل B H اعلى رقم بال B H يعني اقرب للوسط الحمضي يعني بدي يكون عندي حمض ضعيف دال محلوله اكثر قدرة على توصيل التيار الكهربائي بما انه اكثر قدرة على التوصيل لابد ان يكون هذا المحلول متأين تأين كلي يعني نسبة ايون ال H الموجب في اياته شو مالها عالية يعني بدي يكون عندي الحمض قوي ولا ضعيف اكيد بدي يكون عندي قوي A H N O 3 اوكي؟ طيب نيجي لسؤال تسعة السؤال بحكي لي لديك القاعدتان هاي قاعدة وهاي قاعدة تعرفنا المرة الماضية على الأمونيا هاي قاعدة ضعيفة هاي قاعدة ضعيفة وال H وال K O H هاي قاعدة قوية اوكي؟ بما اني حليك ما عطو مطلوب منك تعرف انه ال H تريق ضعيفة وال K O H قوي بحكي لي السؤال اه عندك قاعدتين عند التركيز نفسه اي القاعدتين ألف تكون في محلولها نسبة ايونات ال O H أكبر أكيد نسبة ايونات ال O H أكبر يعني هو تأين بشكل كلي يعني تفكك أكتر يعني أعطاني ايونات أكتر مين بدي يكون القوي ولا الضعيف؟ أكيد الايش القوي يعني K O H اوكي؟ با تكون لمحلولها الصفات القاعدية الأقل تكون لمحلولها الصفات القاعدية الأقل أكيد مين بدي يكون؟ الضعيفة يعني N H 3 الصفات القاعدية الأقل يعني تركيز O H السالب فياتها أقل توصيلها للتيار الكهربائي بيكون عندي أقل تفكك بشكل جزئي يلي هو الضعيف جيم محلولها أعلى B H بدي أرجع أرسم هاي نفس الاشي رسمته فوق هاي هوني صفر هوني سبعة وهوني أرباطعش هيك حمضي وهيك قاعدي اوكي؟ أنا عندي تدرج من صفر لأرباطعش بميني أنا هون بحكي عن قاعدة معناته أنا بس من سبعة لأرباطعش معناته أنا هاي منطقتي في عندي هون سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة احداش اتناش اتناش تلاتطاش وارباطعش هلا القاعدة القوية ده تكون عندي بعيدة عن نقطة التعادل اللي هي السبعة والقاعدة الضعيفة هتكون قريبة على نقطة التعادل تمانية تسعة اوكي مثلا اوكي لمن يحكيني محلولها اعلى بي اتش بالتدرج اعلى بي اتش يعني هتكون عندي رقمها كبير تلاتطاش ارباطعش مين بدا يكون عندي رقمه كبير ان اتش ثري ولا الكي او اتش اكيد هتكون عندي الكي او اتش اوكي دال محلولها اكثر قدرة على توصيل التيار الكهربائي نفس الفكرة القاعدة القوية بتتأين بصورة اكبر بتتفكت بصورة اكبر بتعطيني نسبة ايون او اتش السالب وايون اخر موجب بصورة اكبر قدرة محلولها على توصيل التيار الكهربائي هتكون عندي اكبر يعني الجواب كي او اتش اوكي يار عشرة بحكي لي اكتب معادلات كيميائية تبين تأيين كل من المواد الاتية في الماء هلا الان اتش ثري والاتش سي او او اتش هادول التنين مش دخلين معك ضمن المادة لحلفتها الوزارة لان الوزارة حذفت قوة الحمود وقوة القاعدة يعني انت يلي دخل معك فعليا تأيين انك تعبر عنها بمعادلة كيميائية اللي هي الحمود القوية والقواعد القوية لكن الحمود الضعيفة والقواعد الضعيفة هذا مو داخل معك الوزارة حذفته فيعني لما بدي احكي هون عن اعرفون خليه الكي او اتش هاي اللي داخل معك وهاي الكي او اتش لما انا بدي احطها بالمية هاي هيدروكسيد البوتاسيوم بدها تعطيني ايون البوتاسيوم الموجب زائد الو اتش السالب اوكي وحمد نايتريك اتش ان او ثري لما احطه بالمية بده يعطيني ايون الهايدرونيوم الموجب زائد ايون السالب اوكي ايون الهايدروجين الموجب وايون النترات السالب هون ايون البوتاسيوم الموجب وايون الهايدروكسيد السالب هيك انا بعبر عنها عملية التأيون بالعشرة اوكي نيجي لسؤال 11 سؤال 11 بحكيلي لديك المواد هاي المواد فايغما يعد مثالا على مادة تستخدم في صناعة الصابون هاي طبعا السؤال حفظ بحته نحن في عندنا جداول بالكتاب جدول للحمود واستخداماتهم في حياتنا اليومية وجدول للقواعد واستخدامهم في حياتنا اليومية مين من هدونا باستخدم في صناعة الصابون هو ال والان او اتش هيدروكسيد السوديوم السوديوم تستخدم في صناعة اليوريا اللي هي الأمونيا تستخدم في صناعة بطريات السيارات يلي هي اتش تو اسو او فور اوكي ماما؟ طيب سؤال 13 بحكيلي إذا علمت أن الرقم الهايدروجيني لعصير الليمون 2.5 فهل تنصح بقطع حبة الليمون على سطح من الرخام فسر إجابتك هلا نحن لما نحكي عن الرخام الرخام هو عبارة واخدنا المرة الماضية عن كربونات الكالسيوم والليمون حمض ونحن المرة الماضية لما ناخدنا عن تفاعلات القواعد زي ما حكيت لك قبل شوية لما ناخدنا عن تفاعلات القواعد حكينا بأنه حمض زائد كربونات الفلز شو بدي يعطيني؟ بدي يعطيني ملح وماء وثاني أكسيد الكاربون يعني أنا قطعة الرخام هاي هي عبارة عن كربونات الكالسيوم لما أنا أقطع عليها ليمون رح يحدث عندي تفاعل طبعاً طب هل يجوز استخدام قطعة الرخام علشان أنا أقطع الليمونة؟ أكيد لا إذن الجواب بحكي هو بحكي لي هل تنصح بقطع حبة ليمون مع الرخام؟ أكيد الجواب لا ليش لا؟ لأنه سيحدث تفاعل بين الليمون يلي هو الحمض والرخام وخام أوكي؟ وهذا اللي هي رح يكون غير صحي أوكي؟ لهون خلصنا أسئلة الوحدة بتمنى المتابعة بتمنى الحل بإذن الله في الأسبوع الجاي حيكون في عنا ورقة عمل تقييمية واحتمال نعمل برضو كوز هيك بسيط صغير علشان علامتك تترصد عندي فالرجاء المتابعة برضو في الأيام الجاي رح نعمل مراجعة للوحدة الأولى وبردو رح يكون لها ورقة عمل ومراجعة للوحدة الثانية وبردو حيكون لها ورقة عمل وحيكون فيه إكوزات بتمنى المتابعة بتمنى ما تأجل المادة المادة سهلة الكيميا صف تاسع سهلة بسيطة ما بدها شيء أنا أتواصل معكم على جروبات أي سؤال ابعتوا لي وبجاوبكم يعطيكم ألف عافية